هذا الحجي برات يقولوا لي أنت تتنرفز يا أقي ما معقولة أنا ما أسوي صفقات سلاح والله لأنه فازين يعني معقولة هي ماكو يعني ماكو ناس لو إلا تشكيك لو إلا من أجل مصالح معينة من أجل أن يستفاد البقية فيشك يكون بهاي صفقات الإسلاح زين في ذلك هذا الموضوع يحتاج أتمنى أنه سيد محمد الشياء السوداني القائد لعام القوات المسلحة أن يشرف عليه شخصيا ويكلف من هو أدرى بمصلحة هذا البلد بدون أن يفكر أن يستفاد كوميشن يستفاد أجور من هنا أو من هناك هذه الأشكالية الكبيرة الموجودة طيب عرفنا شنو هي أشكالية الصفقات ولكن ما هي أشكالية عدم قدرة القائد العام للقوات المسلحة الإشراف بشكل كامل على الفصائل المسلحة حتى أمريكا بتصريحات قالت يجب أن تكون الفصائل المسلحة تحت إمرت القائد العام للقوات المسلحة هذا الموضوع سهل جدا الآن هم يقولون دائما وحضرنا مؤتمراتهم سواء عن الحجز الشعبي أو الفصائل المسلحة يقولون نحن نعتمر جميعا بأمرة القائد العام للقائد المسلحة هذا كلامهم هذا كلامهم وهم باللغة الحاضر يجب أن يتمرون بأمرة سيد محمد الشاعلي لأنه هو مرشع الإطار هو مرشع الإطار وهم أغلبهم منضوين ضمن الإطار لذلك هذه مشكلة معقدة حقيقة يعني أنا أرى بأنه لا يتمحلها بهذه الطريقة يعني السياسة يسرمد ماكو فصائل مسلحة بس بالإطار التنسيقي هذا ظلو شون موجودة لا لا موجودة ليش ما موجودة ليش ماكو قصف ليش ماكو قصف حال السفارات ليش ماكو لا لا موجودة سيدتي هذا لو نجلس أمام الكاميرا لو نتكلم الحقيقة لو نحاول أن نكذب على نفسنا ونضحك على المشاهد لا عزيزتي أكو فصائل مسلحة ومسلحة تسليح تقيل ولديها قابلية قوية جدا ولديها قابلية حتى على تغيير نظام الحكم سلاح متنفت عزيزتي هذا بلدك هذا وضعيته يا أما الكل تيجي تقعد على طاولة مستديرة سل مسلحكم ونضوض ضمن الدولة هذا الكلام الواضح أما غير كلام هذا كله هواء في شبك سواء أن يجي سيد محمد الشاء أو غيره وهذه نصيحة لكل أي رئيس وزراء رح يجي رح يصطدم بهاي العقبة فيجب حلها بالحوار بالحوار بالتفاوض يا شباب تعالوا وقعدوا وكم مرة حجيناها في زمن الكاظمي يا أخوان تفضلوا وقعدوا كل اللي عندها فصائل مستعال تفضلوا أخوان أنتو شنو غاية تكون الأمريكان طلعوا ولو ما لنا علاقة بهم نزين أنتو دولة باقين يابا إحنا ترى عندنا طائرات أف 16 وعدنا برامز وعدنا مدافع 102 وخم وعندنا أنواع وإشكال هذا ما نقدر إحنا نجيب السبير بارس مالته أما ندبها مليارات ندبها بالشاط وروح نسوي عقود جديدة يا أما إحنا مجبرين نبقينها المستشارين ومدربين موجودين هذا واقع الحال مالتنا